لسه مكملين مع حضراتكم أخبارنا ومن نادي الزمالك مصدر قال لنا في رقم عشرة إن الزمالك بدأ يبحث عن ظاهير أيصر لدعم قائمة الفريق في يناير القادم ليه؟ هقولك ليه؟ فتوح أساسي خلاص معروفة بس فتوحة صاب نروح لعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي فيلاقيهم فريرة يا إما واحد مش جاهز يا إما واحد مصاب زي محمد عبد الشافي أو عبد الله جمعة مش جاهز ولسه برضو الأمور بالنسبة له مش كاملة فهو عنده مشكلة في المركز ده يبقى تفتكن هو في ثلاث أسماء صحيحة على الورق بس هو عنده مشكلة عبد الشافي إصابات شوية اتكرار لكتير الفترة اللي فاتت عبد الله جمعة برضو بيجي له إصابات وأحيانا بيبقى بعيدة عن المستوى فهو عايز حد ما كان فتوح والدهين المباراة اللي جاية غالباً اللي هيلعب أمر جابر غالباً اللي هيلعب في ناحية اليسار الدفاع أمر جابر فالزمالك بدأ يبحث عن ظهير أيصر لضمه في الفترة اللي جاية كمان جوزفالدو فريرا موديل الفني النادي الزمالك قعد مع شكبالا وقال له حاجتين أول حاجة أشاد بيه جداً أنه بعد نهاية مباراة السوبر قعد مع اللاعبين وحمسهم وقال لهم ما تزعلوش وإحنا أبطال الدوري والكاس وقال لهم كلام تحفيزي كبير جداً دي رسالة فريرا الأولى لشكبالا شكروا فيها التانية قال له كونك قائد للفريق بلاش تجر ليه هتفات جماهيرية ما تتعصبش في المباريات ما تخرجش بره المباريات ما تروحش في المكانة داية أنت قائد للفريق وانت مثل للفريق فما تروحش ليه الضغوط أو المضايقات اللي ممكن تحصل لك من البعض أثناء المباريات ودي برضو نصيحة جيدة ونصيحة ننسح بيها شكبالا وننسح بيها كل اللاعبين عموماً جماهير كده كده بتهتف اللي يهتف يهتف اللي عم بركز في المرعب وبس وبس اللي عم بركز في المرعب